بالنسبة لموضوع فيديو النهاردة وهو هنتكلم عن نسبة حركة الحيوانات المنوية عند الرجال هو موضوع بيخص الصحة عند الرجال وبالتحديد الصحة النسلية او قدرات الرجال على الانجاب بنتكلم بالتحديد على نسبة حركة الحيوانات المنوية طيب يعني ايه في البداية نسبة حركة الحيوانات المنوية معروف ان صحة الحيوانات المنوية عند الرجال من عامل تحديد صحة الحيوان المنوية هو تحديد نسبة حركته ونسبة حركة الحيوان المنوية هي نسبة اللي بتقيس قدرة الحيوان المنوية على الحركة بطريقة فعالة طيب هي احد العامل كما ذكرنا اللي بتحدد صحة وقوة الحيوان المنوية القدرة على الانجاب لأن معنى أن الحيوان المنوي نسبة حركته عالية أو عنده قدرة عالية على الحركة معناه أن هذا الحيوان لديه قدرة أعلى واحتمالية أعلى على تخصيب ويضة وبالتالي حدوث الحمل والإنجاب لما بنيك نحدد نسبة حركة الحيوان المنوي بنفحص عينة من السائل المنوي عشان نحدد بعض المشكلات وبعض المشكلات دي ممكن تشمل بعض المشكلات العقم أما يبقى مثلا الرجل تزوج وبيعاني من العقم لم ينجب لفترة طويلة الطبيب ممكن يطلب منه عمل تحليل السائل المنوي وبالتحديد بعض الفحصات المتعلقة بصحة الحيوانات المنوية زي نسبة حركة هذه الحيوانات النسبة الطبيعية المقبولة لحركة الحيوان المنوية عند الرجال بتعادل من حوالي ستين لثمانين في المية من عينة السائل المنوي وفي بعض العوامل الأخرى طبعا غير نسبة الحركة اللي بتحدد صحة الحيوان المنوي زي حجم السائل المنوي أو حجم العينة من اتنين لخمسة ملي زي عدد الحيوانات المنوية يجب أن لا يقل عدد الحيوانات المنوية عن عشرين مليون لكل ملي طبعا دي نسبة كبيرة نسبة رهيبة جدا لو اتقلت النسبة في العينة اللي بيتم فحصها في المعمل عن عشرين مليون حيوان في الملي من العينة بيعتبر هذا الرجل عنده عقم كمان من العوامل اللي بتحدد صحة الحيوانات المنوية أصناء الفحص هي زمن سيولة السائل المنوي يجب أن يتراوح الزمن ما بين اتناشر إلى عشرين دقيقة درجة حموضة السائل المنوي أيضا من العوامل وهي بتبقى من سبعة واثنين من عشر إلى سبعة وثمانين من عشر شكل وحجم الحيوانات المنوية في العينة من سبعين في المية لتسعين في المية هي النسبة الطبيعية للحيوانات المنوية السليمة في العينة طيب ازاي نسبة حركة الحيوانات المنوية عند الرجال ممكن تسبب عقمة أو تؤثر على العقمة زي ما احنا ذكرنا قلنا أن عاوزين نعرف نسبة حركة الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية ده نشيط ولا لا لأن كلما كان نسبة حركة الحيوانات المنوية أعلى كلما كان عنده فرصة أكبر لتخصيب ويضع وبالتالي حدوث الحامل إذن لو كانت الحياة المنوية بتعاني من ضعف أو قلة في الحركة ده معناه أن في احتمال عالي أن هذا الشخص أو هذا الرجل يصاب بالعقم لأن احتمال تخصيب البيضة وتلقحها بيكون ضعيف طيب ايه هي الأسباب التي ممكن أن تسبب ضعف في حركة الحيوانات المنوية عند الرجال مهم قوي أن نحن ننتبه لهذه الأسباب علشان نتجنبها ونتفادها من أهم أسباب ضعف حركة الحيوانات المنوية هي حدوث إصابة في الخصيطين الخصي عند الرجل هي المصنع الذي يصنع الحيوانات المنوية فعند حدوث إصابة في الخصيطين أو في واحدة منهم بتؤدي إلى تلفها وده بيأثر سلبا على صحة الحيوانات المنوية وعدم قدرتها على الحرك طيب ايه هي الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى حدوث تلف الخصيطين عند الرجل ممكن العدوى يصاب الرجل بعدوى وقد تكون العدوى عدوى فيروسية أو عدوى بكترية أيضا سرطان الخصية بيأثر على قدرة الخصية على إنتاج الحيوانات المنوية أو تعرض الخصية لأي عملية جراحية في السابق مثلا الرجل آن بأي عملية عملية دوالي عملية تصحيح مصارها عملية إزالة بعض الأورام فيها كمان المشكلات اللي بتظهر عند الطفل في الولادة ومشكلات الخصية المعلقة أو المهاجرة بتأثر على جودة الحيوانات المنوية وأي إصابة مباشرة في الخصية ممكن تسبب نزيف أو تهتك في أنساجة الخصية كحادث مثلا أو حاجزية كده طيب السبب الثاني في ضعف حركة الحيوانات المنوية عند رجال تناول بعض الأدوية في بعض الأدوية اللي بيستهلكها شريحة من الرجال بتسبب العقم والعقم بسبب ضعف وتشويه في حركة الحيوانات المنوية إيه هي الأدوية دي بنخص بالتحديد الأشخاص الرياضيين اللي بيلعبوا رياضات القوة زي رياضات كمال الأجسام ورفع الأسقال بيقوم ياخدوا بعض الأدوية أو الهرمونات اللي بتزود الكتلة العضلية عندهم وهذه الأدوية زي أدوية الاستيرويدات البنائية اللي بتبني العضلات أو ما يعرف اصطلاحا بالمنشطات هذه الأدوية تدمر القدرة الجنسية عند الرجال وتدمر الصحة الجنسية صحيح بتزود العضلات صحيح بتكسب العضلات مظهر وشكل مجسم وانتفاخه ولكن بتأثر على التوازن الهرموني في الجسم وبتسبب مشكلات خطيرة تصل إلى العقم كمان من الأدوية بنحدد منها الأدوية المخدرة المخدرات والمهدئات إدمان المخدرات أو تناول المخدرات بأنواعها سواء سائلة أو بدرة أو خمور أو كل هذه يضعف من حركة الحياة المنوية ومن قوتها ويسبب تشوه فيها وبالتالي الإصابة بالعقم إذن يجب الانتباه لهذه الأمور الابتعاد عن المخدرات بكل أشكالها وتجنب تماما استخدام الأدوية المستخدمة في بناء العضلات والتي يتم الترويج لها السبب الثالث من أسباب ضعف حركة الحياة المنوية عند الرجال هي دوالي الخاصية ودوالي الخاصية ده مشكلة بنائية ومشكلة في فيسيولوجيا وتركيب الخاصية معنى دوالي الخاصية أن الأوردة الموجودة في الخاصية بيحصل فيها تضخم في الأوردة الموجودة في كيس الصفن وهذا الكيس هو الذي يوجد بداخله الخاصية الأوردة الموجودة فيه بيحصل لها تضخم وهذا التضخم يؤثر على حركة الحياة المنوية ويسبب ضعفها وطبعا فيه من أشهر العاجات المستخدمة في دوالي الخاصية هي الجراحة أو تصحيح هذه الدوالي طبعا لو كان حسب الحالة اللي وصلت لها طيب زي معرفنا الأسباب التي تؤدي إلى ضعف حركة الحياة المنوية هناك بعض النصائح في الآخر عاوزين نقدمها لحضراتكم علشان نتجنب هذه المشكلة من النصائح اللي بتساعد في تحصين حركات وجودة الحياة المنوية عند الرجال تجنب التدخين والاتعاد عن التدخين التدخين يؤثر على الصحة الجنسية عند الرجل ويؤثر على حركة الحياة المنوية وبيرفع من نسبة العقب إذن يجب الامتناع والتوقف عن التدخين النصيحة الثانية هي تجنب المخدرات وتناول الكحوليات وجميع أنواع المخدرات والخمور تجنب والابتعاد تماما عن الكحول والمخدرات بجميع أنواعها النصيحة الثالثة هي الحفاظ على الوزن الصحي يجب الحفاظ على الوزن الصحي يجب الاهتمام بممارسة الرياضة وتجنب زيادة الوزن زيادة المفرطة لأن الوزن الزائد بيؤدي إلى خطر السمنة المفرطة والسمنة بتزيد من مشكلات العقم وبتأثر سلبا على صحة وحركة الحياة المنوية عند الرجال يبقى دي كان أهم النصائح اللي احنا حابين نقدمها ونوضحها لحضراتكم بخصوص تحسين نسبة وحركات الحيونات المنوية كان الموضوع النهاردة طبعا يخص الرجال بالتحديد والشباب ولكن لا مانع من التوعية ونشر المنفع العامة للجميع في النهاية نعجلك الفيديو ما تنساش الضغط على زر الاعجاب عشان ده بيشجعنا الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات على كل الفيديوهات عشان يصلك جميع ما نقدمه من محتوى مفيد نشر الفيديو مع الأصدقاء إن أمكن لتعميم الفائدة على أكبر قدر ممكن من الأشخاص في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد